أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دور المجلس الأعلى للموانئ في تطوير الموانئ البحرية المصرية واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع الهام جاء ذلك خلال ترأس مدبولي للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله وقد شهد الاجتماع استعراض الدراسة التي تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري والتي تستهدف دعم مسئوليته كونه المنظم الرئيسي لأنشطة النقل البحري المصري وطالب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئوليته لافتا إلى أنه سوف يتم طلقي مختلف المقترحات والأراء المتعلقة بهذا الشأن